موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار جديدة من قناة يو اي تي في الأوكرانية في العاصمة كييف أصحبكم فيها أنا محمد زاوي وفي المستهل أبرز العنوي وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استعداد روسيا للحوار بشأن أوكرانيا مستشار الأمن القوم الأمريكي يتحدث عن احتمال نقل أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا وفي الرياضة وللمرة الثالثة البطل الأوكراني فاصيل لوماتشينكو يحافظ على لقبه العالمي في الملاكمة قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن روسيا مستعدة للحوار بشأن أوكرانيا تصريح تيلرسون جاء بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في العاصمة الفلبينية مانيلا وضف تيلرسون أن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق جهودها مع جميع الأطراف في عملية التفاوض حول النزاع القائم في شرق أوكرانيا وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطط للاتفاق مع طرف على حساب طرف آخر ما من شأنه أن يقوض مصالح أي منها في النزاع القائم وأكد تيلرسون أنه على الرغم من وجود بعض الخلافات الجوهرية بين الولايات المتحدة وروسيا إلا أن واشنطن لا تنوي قطع علاقاتها مع موسكو وأضاف أن أمريكا ستقوم بالرد على قرار السلطات الروسية بخفض البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في روسيا إلى 755 شخصاً مطلع سبتمبر المقبل أبدأ ممثلوا روسيا استعداداً لبدء المفاوضات معنا بشأن التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا وكما تعلمون فقد عيننا ممثلاً خاصاً للعمل مع روسيا وسينسق أعماله معنا من أجل الشفافية الكاملة في هذه العملية مع جميع الأطراف نحن لا نريد لأي مفاوض أن يكون له شك بالآخرين في إبرام أي معاملات خارجية لا تأخذ مصالحه في الاعتبار قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هيربرت ماكماستر في مقابلة مع قناة أمريكية إن هناك احتمال لنقل أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا وقال ماكماستر في رد على سؤال لأحد الصحفيين حول شحنات محتملة لكييف إنه من مصلحة الولايات المتحدة زيادة القدرة الدفاعية لأوكرانيا من أجل منع المزيد من عمليات التوغل في أراضيها وأشار ماكماستر إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس عدة خيارات مختلفة لتقديم هذا الدعم الذي يجب أن يكون متناسبا مع مصالح ورغبة الولايات المتحدة المشتركة لضمان عدم اتخاذ روسيا لمزيد من الإجراءات لزعزعة الاستقرار لتذكير فإن وزارة الدفاع الأمريكية قدمت في وقت سابق توصية إلى البيت الأبيض بتسليم أوكرانيا عينات من الأسلحة المتقدمة تكنولوجيا قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي إن أوكرانيا لا تشهد تناميا للتعصب القومي وأشار إلى أن نائبه زار قبل أيام مدينة الفيف غرب البلاد ولم يلاحظ أي شيء من هذا القبيل وأكد ديبلوماسي البولندي في معرض حديثه بأن تبحث وارسو عن فرص لفتح مناقشات تاريخية مع كيف ونصح في هذا الإطار بالتركيز على ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما وعبر المسؤول البولندي عن استعداد بلاده للمساهمة في حل الصراع الأوكراني الروسي رافضا مفهوم الصراع الداخلي في أوكرانيا إلى شرق البلاد حيث ما زال التوتر يسود منطقة عملية مكافحة الإرهاب شرق البلاد بينما أكد الجيش الأوكراني أن الأمور تحت السيطرة وفقا لقيادة عملية مكافحة الإرهاب فإنه مقارنة بالأيام السابقة هناك هدوء حذر على طول خطوط الجبهة اليوم السابق سجل الجيش الأوكراني 18 عملا استفزازيا أدى إلى إصابة جنديين أوكرانيين بجروح جراء عمليات القصف الانفصاليون قصفوا مواقع الجيش الأوكراني مع حلول المساء باستخدام الأسلحة الرشاشة ومدافع الهون وبالإضافة إلى ذلك قصفوا بلدتي بريازوفي باستخدام المدفعية الثقيلة المحظورة بموجب اتفاق مينسك للسلعة قصف الانفصاليون الموالون لروسيا مواقع القوات الأوكرانية بالقرب من بلدة بادينوي بقذائف الهون من عيار 82 مليمترا وقاذفات القنابل وأسلحة الرشاشة ونتيجة لذلك أصيب جندي أوكراني بجروح كما وهاجم الانفصاليون بقذائف الهون من عيار 120 مليمترا مواقعنا في بلدتي شيروكنا وبافلوبولي في المساء أصيب أحد جنودنا بجروح نتيجة للقصف على مواقعنا في بلدة نوفاترويتسكي القوات الأوكرانية قامت بالرد بإطلاق النار على مواقع العدو بشكل كثيف باستخدام قاذفات القنابل من العيار الثقيل في المساء جرت انتهاكات لوقف إطلاق النار حيث أطلق الانفصاليون في الساعة العاشرة مساء 18 صاروخا على مواقعنا بالقرب من بلدة شيروكنا نبقى في إقليم الدنباس حيث كشفت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن ممارسات وصفتها بالواقحة قام بها الانفصاليون الموالون لروسيا بهدف إخفاء حقيقة مقتل مسلحيه إثر انفجار لغم أرضي في المنطقة الانفصاليون وفقا للاستخبارات الأوكرانية عمدوا إلى استبدال بزات القتل العسكريين بملابس مدنية للإحاء بأنهم مدنيون وإهام أقارب الضحايا بأنه ليس لهم علاقة بما حدث الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لفتت إلى أن قيادة قوات الاحتلال في إقليم الدنباس تتكتم على حقيقة مشاركة المرتزق الروس والجنود المحترفين في القتال وتحرم عائلات الضحايا من تلقي المساعدات المادية من الدنباس إلى شبي جزيرة القرم المحتلة حيث طلبت النيابة العامة في حد المحاكم التابعة للاحتلال الروسي في شبي الجزيرة طلبت بعقوبة السجن مدة ثماني سنوات على أختيم تيغوز نائب رئيس مجلس شعب تتار القرم المحكمة شهدت حضور الكثير من أقارب والمتعاطفين مع تيغوز ومنهم إلمي أميرف القيادة التتري ونشطاء آخرون نائب رئيس مجلس شعب تتار القرم أختيم تيغوز يخضع للمحاكمة بتهمة تنظيم مسيرات ومظاهرات ضد الاحتلال الروسي في السادس والعشرين من فبراير الفين وأربعة عشر أمام برلمان القرم أنذاك وزارة الخارجية الأوكرانية وفي تعليقها على هذه المحاكمة وصفتها بغير القانونية وأكدت على أن هذه المحاكمات هي تعبير صارخ عن الاضطهاد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الروسية ضد المواطنين الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم المحتلة ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة جونتر أوتينغر أنه يتعين على بريطانيا الاستمرار في دفع مخصصات مالية للاتحاد الأوروبي حتى عقب خروجها من الاتحاد وقال أوتينغر في تصريحات لصحفة بيلد الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أنه يتعين على البريطانيين حتى عقب خروجهم من الاتحاد عام 2019 الاستمرار في تزديد مخصصات برامج طويلة المدى تم الاتفاق عليها قبل قرار الخروج وفي هذا الإطار سيتعين على لندن الاستمرار في تزديد أموال للاتحاد حتى عام 2020 على الأقل وفي سياق المتصل توقع أوتينغر تراجعا في ميزانية الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمته بين 10 و 12 مليار يورو سنويا أقب خروج بريطانيا من الاتحاد موضحا أنه يتعين تعويض هذا الفارق بسياسات تقشفية وزيادة نسبة المخصصات التي تشارك بها الدول الأعضاء المتبقية وسيفقد الاتحاد الأوروبي مساهما كبيرا بخروج بريطانيا من الاتحاد في مارس أذار 2019 وبموجه عام تبلغ موازنة الاتحاد سنويا 155 مليار يورو إلى الطقس حيث تشد أوكرانيا أمطار وعاصير في العديد من مناطق البلاد رجل قتل بمنطقة خرسون بعد انقلاب شاحنة نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة فيما جرح أخرون وفي منطقة ميكولايف أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة سقوط أشجار بسبب عاصفة الرياح القوية التي ضربت المدينة وتفيد تقارير الصادرة عن الدائرة الصحفية التابعة لإدارة طوارئ أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من مناطق البلاد أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مئة بلدة كما أدت الرياح إلى تكسير العديد من الأسلاك الكهربائية وغمرت المياه الشوارع الرئيسية العديد من شهود العيان يتناقلون فيديوهات لآليات عائمة نتيجة الأمطار الغزيرة فيما أكدت مصالح الأرشاد الجوية أو الأرصاد الجوية يقول بأن حالة التقسي هذه ستستمر لعدة أيام اقتصاديا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن استثمارات بنحو مئة مليون دولار للتنقيب عن الذهب في منطقة الكربات غرب أوكرانيا الشركة الأمريكية أفلانا جولد وضعت مشروع لاستخراج الذهب وتخطط أيضا لإنشاء بنا تحتية جديدة وحاديثة في منطقة التنقيب باستخدام معدات متطورة المستثمرون الأمريكيون يطمحون لمضاعفة عملية الإنتاج لأضعاف بحيث يصل إلى مستوى خمسمائة ألف طن في الرياضة حقق الملاكم الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو فوزاً مثيراً على الكولومبي ميجيل مارياغا ليحافظ على لقبه بطل للعالم لوزن الريشة حسب تصنيف المنظمة العالمية للملاكمة ونجح لوماتشينكو في إسقاط خصمه بضربة القاضية الفنية بعد أن سقط الملاكمة الكولومبي مرتين في الجولة السابقة ما دفع الحكم إلى عقاف المواجهة وأعلن عن فوز لوماتشينكو وتعد هذه المرة الثالثة التي يدافع فيها البطل الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو علق به وينجح في الاحتفاظ به سعادة المزدوجة حيث سجل في أوكرانيا رقم قياسي جديد بتجمع أكثر من 85 توأماً أوكرانياً من مناطق مختلفة في مكان واحد هذا الحدث يتم التحذير له منذ ثمانية عوام نتعرف عليه في التقرير التالي إذا كنت تشعر بأن رؤية غير واضحة لديك فعليك أن تدقق النظر أكثر الأسطورة السلافية تقول أن رؤية التوائم ستحقق لك النجاح الكبير أو أن الشيء الجميل في حياتك إذا ما رأيتهم سيتضعف لدينا الكثير من المعارف والأصدقاء هنا نتحدث مع بعضنا عبر الإنترنت لكننا أردنا أن نلتقي ونتحدث وجهاً لوجه ولذلك لم نفوت هذه الفرصة أولئك الذين حضروا إلى هذه الفعالية لفلاشموب سيضمن لهم النجاح التوائم قادموا من جميع أنحاء أوكرانيا إلى العاصمة كييف مع أولياء أمورهم ليس للقاء فقط وإنما لتسجيل رقم قياسي في السجل الوطني الأوكراني هذا صحيح الناس بطبيعهم مختلفون وهذه حقيقة الفكرة ليست في الشبه من عدم وفي هذه الحالة فإن الطابع الشخصية مختلف تماما وهذا أمر واقع التوأم فاليري وفيرانيكا يبلغون من العمر عاماً وثمانية أشهر ولكن حتى في هذه السن كما تقول والدتهما مارينا أن لكل منهما شخصيتهم مستقلة عندما جئت لإتمامي في حوصات حملي بعد خمسة أشهر نظرت إلى الشاشة وانتبهت إلى أن هناك رأسان وأربعة أدرع وأربعة أرجل بالنسبة لي كانت هذه مفاجأة كبيرة بطبيعة الحال إنها سعادة وفرحة كبيرة التوأم للأبوين كان مفاجأة لكنها كانت مفاجأة سعيدة مارغاريتا ما تزال تذكر أول رد فعل لها حال إعلامها بأنها ستنجب توأماً يقول منظمون فلاشموب أنهم أنشأوا مجموعة للتوائم في العام الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي عندما وصل عدد المشاركين في هذه المجموعة إلى 6400 شخص قررنا أن نلتقي وكان من بيننا 120 توأماً مجرد اللقاء لهذا العدد الكبير من التوائم في مطعم أو حديقة كان صعباً للغاية فقررنا تنظيم هذه الفعالية وقررنا تسجيلها في كتاب السجل الوطني الأوكراني للأرقام القياسية وبعدها فكروا بأن يلتقي التوائم بفعالية فلاشموب على أرض الواقع ما زال العلم يقف عاجزاً عن معرفة الأسباب والعوامل التي تؤدي لإنجاب التوائم وعلى الرغم من حقيقة أنه في كل عام تصبح أعداد التوائم أكثر فأكثر إلا أنهم دائماً يجذبون الاهتمام الكبير من المرة ختام نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف المزيد من أخبارنا عبر فيسبوك تويتر ويوتيوب شكراً على حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة